كشف مصدر داخل فريق الوداد الرياضي أن النادي قرر دراسة وضعيته وأخذ جميع الترتيبات قبل السفر المنتظر صوب الجزائر في 17 فبراير المقبل وأتابع ذات المصدر أن فريق الوداد الرياضي يتجه أيضا إلى مراسلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في وقت مبكر من أجل أخذ جميع الترتيبات وإبلاغ الكاف وأنه سيعتمد على طائرة خاصة لنقله إلى الجزائر لمواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري برسم دور مجموعات دور أبطال إفريقيا وأضاف ذات المصدر أن فريق الوداد الرياضي سيطالب الاتحاد الافريقي بأخذ ترتيباته بهذا الخصوص وتفادي ما وقع للمنتخب المغربي الذي تعدر عليها السفر صوب الجزائر من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للعبين المحليين بسبب تعنت مسؤولي الجزائر وعدم السماح للطائرة من المنتخب المغربي بالتوجه مباشرة صوب قسنطينا ويخشى الفريق الأحمر من تكرار ذات السيناريو ضد سبيبة القبائل وزاد المصدر نفسه وفق الأخبار أن الوداد الرياضي قرر باعة المراسلة في وقت مبكر بغية معرفة رد الكاف في ذلك الموضوع وأخذ جميع الترتيبات المتعلقة بهذه المباراة كما أكد المصدر أن السفر إلى تونس وبعدها إلى الجزائر يبقى هو الحل الأخير ولا يرغب النادي في اعتماده خصوصا أن فريق الوداد الرياضي اعتاد السفر بطائرة خاصة محملة بجميع المستلزمات اللوجيستيكية وأيضا لتفادي إرهاق اللاعبين ولم يخفي المصدر ذاته على أن إدارة فريق الوداد الرياضي أيضا متوجسة مما قد يتعرض لها أنصار الوداد الرياضي الذين سيرافقون الفريق في المباريات الخارجية وخصوصا في الجزائر في ظل الاحتقان الكبير الذي تسبب فيه مسؤول الجزائر من خلال تصرفتهم الصبيانية خلال كأس الشان والتي تهدد سلامة المشجعين المغاربة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة